الحاجات الإيجابية يا سيد سومن آسف بما أنكم تتكلموا في هذا الإطار من الحاجات الإيجابية لما عادت أدور لقيت أنه ما حدث من تنازل النادي الأهلي عن حقه في بطولة كأس السوبر لنادي الاتحاد السكنداري بسبب ما حدث من أو ما حدث للمشجعين النادي السكنداري في في صالة دكتور حسن مصطفى أعتقد ده برضو حاجة من الحاجات الإيجابية جدا اللي بتخلينا قد إيه الاحترام بين الأندية الكبيرة مهم جدا قد إيه أن تعليم الأجيال أن البطولات أو أن الأخلاق أهم من البطولات الكتير والبطولات تذهب وتجيها بالزبط وبعد كده هناك شراكات بين الأندية لأن الحكاية منافسة مش خصومة والأهم من كل ده أنه يفكر الرجلان محمد مصرحي ومحمود الخطيب إزاي يبقى حتى الكأس في هذا الموسم تسمى كأس إسلام ربنا رب يتم شفاه على خير يعني الحاجات دي صناعة مصرية والله صحيح لحد يعمل كده كتير يعني زي إحنا نقلبها الحمد لله فعلا زي جمهور العظيم جمهور النادي الأهلي دايما يقولها الحمد لله على نعمة الأهلي كنادي يعني يحبه أو مؤسسة يعني هو عاشق لها كاب صالح سليم رحمة الله أنا باعتبر دا الأهلي المعاصر من كاب صالح وانت جاي قال إن هذا هو الملك الحقيقي للنادي فشوية الضوابط على شوية يعني المبادئ التي أحيانا يعني اللي مش عايزها يقوم يقول لك عتس ليه؟ لأنه يقول لك يا عمو الأهلي كان يكسب يا عمو الموضوع مش كده مش الأهلي كان هيكسب الله يا عالم أولا الرياضة فيها كل حاجة بنسبة 80-90% الاتحاد أقن الأقرب ولكن كان فيه لسه 10% حد عالم عارف إلا كان هيحصل يا كابتن هو الموضوع مش كده إذا هي الحكاية كلها أن تكون حاضر في المعاد لأداء واجب زي ما حضرتك قلت المنافسات تذهب وتجيئ لكن ده واجب أوله إنساني وآخره أن الرياضة هي دي الرياضة هي أن تقدم منتج فيه طموح للشباب حتى غير اللي بيلعبوا الرياضة